الشعب الأمريكي لن يدفع ثمن إجراءات التقشف لوحده لذا قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما التنازل عن 5% من راتبه إلى خزينة الدولة بمجاب هذا القرار يتبرع أوباما بعشرين ألف دولار من راتبه الأصلي البالغ أربعمائة ألف دولار رغبة أوباما بمشاركة ألف الموظفين معاناتهم تأتي بعد تعاكر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين العام المسموح به للحكومة الفيدرالية والنتيجة اقتطاع مبلغ 85 مليار دولار من الموازنة وفرض تخفضات في الانفاق قد تجبر كثيرين من موظفي الحكومة بإجازات بدون مرتب اقتطاع الرواتب بات حديث الساعة في أروقة صناعة القرار الأمريكي فوزير الدفاع تشاك هيكل تضامن مع موظفي وزارته واقتطع نصف راتبه تقريبا كما اتخذ عدد من النواب إجراءات مماثلة خطوة أوباما ليست الأولى من نوعها في تاريخ البيت الأبيض فالرئيس السابق هيربرت هوفر كان يملك حسابا خاصا يذهب نصفه للمؤسسات الخيرية والنصف الآخر مخصص للموظفين دوي الرواتب المتدنية والرئيس جون كندي وهب راتبه للأعمال الخيرية في حين رفض جورج واشنطن أن يتقضى أجره الرئاسي البالغ 25 ألف دولار سنويا تضامنا مع القوات الأمريكية التي كانت تعيش في حالة حرب الأمر الذي يؤكد أن الوقوف إلى جانب الشعب خلال الأزمات سمة لن تفارق الرؤساء الأمريكيين ترجمة نانسي قنقر